ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عمال الجلسة 11 للمجلس في دول العقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس وبذأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة وبعد ذلك تم اختار المجلس بالرسائل الواردة من معالي سيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بخصوص منتهى إليه مجلس النواب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحات الداخلية لمجلس النواب وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغة المعدلة والمقدم من مجلس النواب ووافق المجلس بالإجماع على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون ووافق المجلس على توصية اللجنة برفض المشروع آخذا في الاعتبار أن بالأساس قانون الخدمة المدنية بالنهج التشريعي المأخوذ فيه أن أحال فيما يتعلق في عدد من الأحكام والضوابط والمسؤوليات والواجبات إلى اللائحة التنفيذية التي تم إصدارها فنظم بموجب اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب التفويض التشريعي الممنوح للسلطة التنفيذية في هذا الشأن أن يتم تنظيم أعمال وواجبات الموظف ووفق المادة 34 في اللائحة التنفيذية النافذة الأصل أنه يحضر على الموظف ممارسة الأعمال التجارية ولكن وضع استثناءات أجازة بموجبها أن يتم منباشرة عدد من الأعمال التجارية في ظل تلك الاستثناء الذي سمح للموظف العام بشأنه وجدت بعض القيود الاستثنائية توجهنا اليوم في المجلس أن يتم الاستمرار في هذا النهج التشريعي وأن يوضع مثل هذه التعديلات بعد دراستها أن توضع في اللائحة التنفيذية وليس في القانون لتكون أكثر مرونة ترجمة نانسي قنقر